سعيدة يا رب ما كونش اتأخرت عليك لعدة انت جيت في معادك بالظبط ازايك يا نعيمة اهلاً وسهلاً الحمد الله ازايك يا مروان الحمد الله نحمد ربنا يستهل الحمد تبدأ للسريح يا اخي الواجب ان كنت اجيب نعيمة واجيلك بس انت مقى اللي قصريت تغيب وتتعب بنفسك لا ما تقلعش علي يا عصمبي انا لو قلتلك ان انا زي الاول واحسن شويتين مش هتصدق ما اقول راكش كرسي اللي انا عيد عليه ده اعملي يا ست نعيمة الحمد لله زي ما انت شايف لو عايز تقول حاجة اقولها انا ما بخبيش حاجة عن نعيمة يا بوي دي انت سرق باتع على العموم البضاعة اللي جاي بكرة انا عايزة كلها اعم عموما كله بالاتفاق نتفق يا بشا نتفق وعلى اقل نعيمة تشهد على الاتفاق اللي بيننا ولا ايه الاتفاق حلو بس لما يجي كل الاطراف ما هي كل الاطراف موجودة ايه ولا انت تقصد ريم لا 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 ريم مين انا اقصد حد تاني اهو اصل اهو السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخارت عليك يا صنبيه ابدا ده انت جايف معدك بالزبط نعيمة خليهم يعملوا القهوة حاضر بذكي حاسم بخير بخير فضل يا حاسم ايه الكلام؟ مروان عايز يشيل الليلة كلها بس ده ما كانش كلامك معاي الله 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 جريه عصام احنا نغير كلامنا ولا ايه انت عارف ان كلمتنا عقد في الشغلانة دي وانا عندي كلمتي يا عاد البيع وعلشان بعرف الاصول كويس قوي جبت كل الاطراف قصة بعض البضاعة هتوصل بكرة والبيع والشرة هرضوا طلب عندك حاج حسان انت عايز البضاعة يعني هتقدر تصرفها؟ قول يا رب يا رب يا رب يبقى حلال عليك عاد الباشا انا هسيبك مع صام باشا وحسن ترتب الامور ربنا يوفقك ببروك عليك يا حسن لا يبارك فيك انا مروان زي ما جينا سوا من البلد نرجع سوا ولا ايه؟ انا انا ندري لو ليه الله الصالحين لازم اوفيه خلص انت تصل بيا وانا هاجب ونسافر سوا تدعيلي وانت هناك قول يا رب يا رب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مروان ده صعب جدا انا مش فاهم بس في ايه ده انا قلت ان الحكاية في بيتها مروان ده بيتها بردوك مروان ده بيتا فبيتا عبدالله زكري عبدالله وعشتني حامل إيه؟ ياه مالش يا عبد الله تسمحني يا أخوي حقك علي والله ما أنا عارفة ودي وشي منك فيه بس أنت السبب يا عبد الله أنت اللي موقفتش لوش أخوك وقلت له أنا عايز حقي أنت السبب إيه؟ أنا السبب؟ لا مش أنا السبب مش أنا السبب يا عبد الله أنا السبب ليه؟ عشان أنت تكوزتني وسبت البيت الكبير أنت ما خرجت من البيت الكبير كنت أحسن واحد في الدنيا كنت مالك أنا معاك وأم سنتاه وبساعدك أنا مش بلومك يا عبد الله أنا بس بعضبك أنا بس بعضبك لو كنت وقفت قد ما عبد الحكيم وطلبت بحقك بش أنت ضعفت وما قدرتش وشتسلمت لحد ما تعبت لحد ما تعبت وقعت وتقعبتنا معاك وقعتنا معاك أخوك أخوك عبد الحكيم هو السبب في اللي إحنا فيه دا كله ما هو دا أخويا وضيحنا ديا بنته عبد الحكيم عارف يخرج كل الشر اللي جواي ومش كده وبس أعلم بناتك الكرة وأنت عارف يا عبد الله أمرنا ما كنا نعرف الكرة ولا نعرف له طريق لا بس أنت يا كريمة سبت نفسك للشيطاء يلعب بيك أيوة وشربتي من سموهم وبقيت زيهم أنا أنا اللي كل الناس كانت فكرة إن عمري ما أقع أنا اللي كنت بعافل مع الأيام والليالي وأقول إن أنا عمري ما أقع أنا تقع على الواقعة دي وعشان إيه أنا على الواقع أنا لا أقع تلك لا أقع تلك اشتركوا في القناة